وعطاهم أيضا سلطانا أن يشفوا المرضى وأن يخرجوا الشياطين فلما رجع الرسل بفرح وقالوله حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فالسيد المسيح لما لهاهم وهم الفعالين بالفرح وفرحانين جدا فقال لهم تبتعالوا إلى معوضة خلاء وقال لهم عبارة برضو مهمة جدا لا تفرحوا بهذا أن الشياطين تخضع لكم باسمي بل افرحوا بالأحرى أن أسماءكم قد كتبت في السماوات جملة جميلة جدا ويجب أن يضعها كل خادم أمامه بصفة عامة حتى لا يتحول نجاح الخدمة إلى تبرير للمجد الباطل ممكن واحد عشان نجح في الخدمة وعنده مستمعين كثيرين وحتى ممكن يكون بيصنع معجزات فكل الحاجات دي يفتخر بيها ويفتكر أن هو بيفتخر بيها مجد الله لكن هو بيفتخر بيها لمجده الذاتي تحول فكره إلى نفسه وممكن يعرف أو حتى مجرد إحساس أنه بسببه صار هذا الخير وهذه المعجزات هنا بتكون نقطة انحراف خطيرة جدا نقطة انحراف روحية داخلية في خدام الإنجيل لأنه بدأ يتحول إلى نفسه وبدأ يشعر بذاته إنه شيء وهذه آفة حقيقية خفية إذا دخلت إلى النفس وإلى نفوس الخدام تخربهم من الداخل تكون عاملة زي المياة اللي بتدخل جوه السفينة تغرقها وممكن هذا الإنسان اللي هو عمال يعمل خدمات كثيرة ولو شعبية كبيرة يفقد حتى خلاص نفسه فضلا طبعا لأنه سيفقد جزاؤه في الأبدية يبه هذه هي الكلمة المرعبة اللي قالها سيدنا السيد مسيح له كل المجد قال لهم كثيرون سيأتون لي في ذلك اليوم قائلين لي يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين فأقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم جملة مرة وصعبة جدا لما نتأمل هذا الكلام يقولولوا باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين ما قالولوش باسمنا إحنا أخرجنا شياطين ولا باسمنا إحنا تنبأنا ومع ذلك يقول لهم العبارة الصعبة اذهبوا عني لا أعرفكم هنا يظهر كل التنكر لهم هو لا يعرفهم طبعا ليس لها علاقة بهم ليس بالمعنى المعرفي الزهني ولكن بمعنى أن أعمالهم كانت لا تمجدوا ولا تشهد لي هذا الكلام يدركه الروحانيون على الرغم من أن هؤلاء الخدام بيقولوا أنهم باسم ربنا عملنا والنجاح اللي أصبنا وعداد الجماهير الكبيرة التي أقبلت هي المجد اسم اللي بنيك رسبي باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين إذن لماذا يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم هذا لأنه هو الله العارف بالقلوب ويعلم خفيات الناس عارف أن الناس دي من جواهم تحولوا والفرح اللي فيهم ليس كله فرح بالله ولا بمجده إنما هو نوع من الفرح الجزداني الذي يصيب الإنسان حينما يصيبه نوع من نجاح البشري أو الفخر والافتخار العالمي فبدأ هذا الإنسان ينحرف عن خدمة سيده وأصبح يشعر أن هذه الخدمة أكسبته مجد وكرامة ومتح من الناس